شاب تقي يحب الأطفال كثيرا وكل أمانيه أن يرزق بطفل بعد زواجه أحب فتاة حبا كبيرا وذهب مع أهله لخطبتها وكم كانت سعادته بعد أن تمت الخطوبة هذا الشاب كان يعمل محاسبا براتب متواضع فأخبرته خطيبته أن شركة استيراد تطلب محاسبين بأضعاف مرتبه فذهب سعيدا ليتقدم إليها وأثناء سيره عبر الشارع دون أن يشعر لانشغاله بالقبول في الوظيفة وأثناء ذلك صدمته سيارة تقودها فتاة لم يشعر الشاب بنفسه بعدها إلا وهو على فراش المستشفى وساقه اليمنى بالجبس فحمد الله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم شاهد فتاة في غاية الجمال تمسك وردا وتقدمها له وهي تبتسم ثم جلست بجواره وقالت له أنا آسفة جدا على إصابتك ولكنك مررت من أمامي فجأة ولم أستطع تفاديك اتصل الشاب بخطيبته وأخبرها بما حدث وعندما جاءت صدمت ولم تنطق ثم تركته وانصرفت وبعد أقل من نصف ساعة جاءته رسالة منها على هاتفه تقول فيها آسفة لا أستطيع إكمال المشوار معك جاءني عريس وأهلي أرغموني على الزواج به كل هذا والفتاة الجميلة تقف معه تنظر له وتبكي وبعد مرور أسبوعين سمح له الطبيب بالخروج على كرسي متحرك وكانت تلك الفتاة معه لحظة بلحظة حتى ذهب إلى منزله وعندما شاهد أمه حزينة وتقول يا رب ألطف بولدي لقد فقد وظيفته وتركته خطيبته وأصبح يسير على قدم واحدة فابتسم وقال لها لعله خير يا أمي ظلت الفتاة تأتي إليه وتزوره يوميا للاطمئنان عليه فتعلق بها وأحبها وبعد مرور ستة أشهر استطاع أن يمشي على قدمه وعرف من أحد أصدقائه أن خطيبته تزوجت أحد جيرانها وأنها تعاني من عقب فحزن عليها ولكنه شكر ربه لأنه كان متعلقا بالأطفال وعندما كان يتصفح الجرائد قرأ أن شركة الاستيراد التي كان سيتقدم لها قد أعلنت إفلاسها بسبب ديون البنوك فشكر ربه على رحمته به وفي يوم قرر أن يصارح الفتاة التي تزوره بحبه لها رغم خوفه من رفضها له ولكن المفاجأة أنها أتت وقالت له هل تقبل الزواج مني؟ لم يصدق الشاب ما يسمع وفي وسط دهشته سمعها تقول له سوف تعمل مديرا في إحدى شركات والدي وعملك على مكتب ولا يتطلب الحركة لم يرد الشاب بكلمة وإنما سجد لله شكرا ثم قال ما ألطفك يا الله فلولا الحادث لكنت تزوجت عاقرة لا تحب في الكون غير نفسها وكنت التحقت بوظيفة لن تدوم لي وأنت الآن أعطيتني وظيفة بمرتب لم أحلم به أبدا وبفتاة وكأنها حورية من الجنة وصدق رسولك الكريم الذي قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ظلت فتاة سنة كاملة تصوم يوما وتفطر يوما وكانت في نفس الوقت تجتهد في العبادة تقوم الليل تصلي وتقرأ القرآن وتدعو الله بأن تكون زوجة لابن عمها الشاب الصالح الخلوق ولكن مع قرب انتهاء العام أصابتها صدمة كبيرة عندما خطب ابن عمها فتاة أخرى حزنت الفتاة وتركت الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وكرهت حالها واستسلمت لوساوس الشيطان فأصبح الهم يلازمها طوال اليوم فاتصلت بشيخ صالح من أشهر الدعاء وحكت له قصتها ثم سألته لماذا حدث لي كل هذا التغير ووصلت لما أنا فيه فابتسم الشيخ وقال لها من كلامك علمت بحفظك للقرآن فتذكري معي سورة الحج الآية رقم 11 وفيها مشكلتك والحل لها فالله يقول فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومعنى حرف يا بنيتي أي شرط لقد كنت تعبدين الله فقط لكي يحقق لك ما تريدين وعندما لم يتحقق لك كان اليأس والبعد عن الله وأنصحك بالعودة للصلاة والصيام والقيام بإخلاص فقط لإرضاء خالقك وعندها سوف يرضيك بما تحبين بكت الفتاة كثيرا واستغفرت ربها وعادت لحسن العبادة كما كانت ولكن بإخلاص لله وحده ونسيت تماما ابن عمها وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخطبتها بعد أن ترك خاطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخطبتها بعد أن ترك خاطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له وكان قد تركها بسبب تعلقها بالمظاهر الدنيوية والسهر أمام التلفاز والاستماع للأغاني فرحت الفتاة كثيرا بعد أن تأكدت أنها أخلصت عبادتها لله عز وجل وأنه سبحانه تقبل منها فقالت وهي في سعادة كبيرة صدقت يا رسول الله يا من قلت إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الخطيب الأول تزوج تاجر عطور من فتاة كان يتمناها لأخلاقها ونسبها الأصيل وقد ظلت علاقة الود بينهما لأكثر من خمس سنوات وبعد السنوات الخمس طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها فلب الزوج طلبها وتم فتح صفحة بإسم وهمي لها وكان يتواصل من خلالها معها ومنذ ذلك اليوم بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره وفي يوم تركت زوجته صفحتها أونلاين أثناء دخولها المطبخ ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة وأنها كان تتمنى الزواج به لكن نصيبها قادها لزوجها الحالي الذي ارتبطت به بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك قال لزوجته إن الله ستر عليك مدة طويلة فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه خمس مرات يوميا وما كنت تماديت في معصيته وهو الذي سترك مرات كثيرة لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز وحديث الفيسبوك يعتبر خلوة وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع وهو قائم على كل نفس بما كسبت فما كان منه سوى تطليقها رغم أن لديه طفلا منها فكم من علاقة أفسدت وكم من عائلة تحطمت بسبب الخيانة عبر الإنترنت ليصبح اليوم السبب الرئيسي للطلاق حول العالم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم